يقول السائل لقد قالت لأمي خفف اللحية وهذبها هل هذا جائز يعني الأخذ من اللحية من طولها وعرضها أفيدونا جزاكم الله خيرا لا تطع أمك ولا أي أحد في معصية الله عز وجل الأخذ من اللحية وتخفيف اللحية معصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحة وفروا أعفوا اللحة أرخوا اللحة أرسلوا اللحة فمن يقص اللحية أو يحلقها هذا عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرك أحد أن تحلق لحيتك أو أن تقص من لحيتك فلا تطعه في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر هذا منكر